بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوتي اخوتي مرحبا بكم معي من جديد على قناتي وقناتكم كويزين ومرازان مغربية في هولندا اليوم إن شاء الله غادي نتشارك معكم وصفة ديال الكيك في المولة عجيب بكريمة جد منعيشة وبمقادير بسيطة واقتصادية متفرة في كل بيت نقدروه نحضروه أروع كيك كيك راقي لديد بسف وزوين لا شكلا ولا ماذا قال لي نفرح به ولدتنا وعائلتنا وضيوفنا علاش الله فنتمنى أنكم تجربوه وتخليولي رأيكم في التعليقات وتبعتوني بتطبيقاتكم على الإنستغرام وما تنسونيش كذلك من لايك وتعليق والبارتاج جزاكم الله بكل الخير وبقوا معايا باش نتعرفوه على المقادير وطريقة التحذير بسم الله بالنسبة للمقادير عندي هنا ثلاثة ديال بيضات ربع كأس ماء دافئ كأس إلا ربع زيت نباتية كأس سكر حبيبات أو سكر سندة كأس من مشروب غازي تقدرو تعوضوه بكأس من عصير البرتقال أو كأس من الحليب بالنسبة للدقيق الكيمية بالضبط سوف نحددها لكم في وسط الفيديو إن شاء الله رشة ملح كيس من سكر فانيلا كيس من خميرة الحلوية أو باكين بودر من فئة 15 الغرام ملعقة كبيرة من مربع المشمش ولكن هادك اللي جاري يكون أحسن هنا القشر ديال ليمون حامض محكوك وعصير نص حامضة هذا اختياري ممكن الاستغناء علي بما أننا هنديرو الكريمة ديال الحامض فضلت كذلك الكيك يجي فيه ديك النكهة ديال الحامض بسم الله هندوزوا الطريقة فإناء حطيت البيض رشة ملح سكر فانيلا وغادي نبدأ كنطرب بالطراب الكهربائي وهذا العملية ممكن تدروها كذلك في الخلاط الكهربائي أو فقط بالفوي ويعني بالخلاط اليدوي غير هو خاصه الخلط مزيان سوف يضفت السكر بالتدريج وستمريت في الخفق حتى يبضع للحجم ديال البيض ويصبح أبيض بهذا الشكل هذا نقص السرعة الطراب على رقم واحد ونضيف الزيت بالتدريج وانا كنت ترب حتى يتخلط لي مع باقي العناصر وما نبلغوش في الخفق في هاد المرحلة هدي دائما السوائل وما نخلطوش بساف نضيف كذلك كأس من المشروب الغازي ونخلط غير شوية فقط وكذلك عصر الحامض وديك الربع كأس ديال الماء الدافئ نضيف قليل ونحمس قليل اضيف مربع المشميش ونضيف مربع الحامض ولكن هذا المشميش أحتاج بما قذ salon قلقوا هدي وقد قليلت 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 فقط نكتب رقم ثمانية هذا هو المول العجيب ثلاثة كيسان ثلاثة كيسان ثلاثة كيسان ثم يسحط م vagina ثلاثة كيسان ثم يتحمث ثلاثة كيسان ثلاثة كيسان ثلاثة كيسان نحضر الكريمة نحضر الكريمة نصف لتر حليب نشاط دورة نشاط دورة سكر ساندة نشاط دورة نصف حنظة نشاط دورة نحضر الكريمة نشاط دورة حليب نشاط دورة نشاط دورة نملفت ضفت الساشي نحتاج العناصر نضيف العناصر خارج النار نضيف العناصر خارج النار نضيفه نكهة البرتقال نضيفه نكهة نكهة نضيفه النار لن تقصح سوف ننهز الكريمة مباشرة من فوق النار وهي بقى سخونة ونخويها في الحفرة هذا العملية ضروري سوف تتم بسرعة وإذا قصحت الكريمة سوف تأتي الوجه خيب خويت الكريمة وحاولت نحرك الكيك سوف نتركها تبرد على جنب ونضحها سوف نترك معكم الزين وقضيت بشكل مباشرة ونقضي بشكل مباشرة فهو لا يمكنك نقضي شيء مباشرة لكيك ونحاول نتعلم نقضي بشكل مباشرة نضيف لدينا المشكلة اضيفه نتركه ونقضي بشكل مباشرة ونضيفه 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 حبيبات قضير ونضيفه ونضيفه لنضيفه اضع شوكولاتة تنظر حبيبة او اي حاجة متوفرة تزين دائما يبقى اختياري و هناك لمسة اخيرة تزين الكويرات تزين جدا تستطيع تزين بالمكسرات او تخليها كالكريمة تستطيع تغييرها و تضيف قناش شوكولاتة او راستيقلي او درتو معكم في القناة و كيكون اخواتي هذا هو الكيك ديالي اللي حطرت معكم اليوم كيجي فعلا جد جد رائع وراقي لا شكلا ولا مضاقا و كيتحضر بمقادير بسيطة ومتوفرة في كل بيت فالي اعجبكم الفيديو اخواتي ما تنسونيش من لايك 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 تعليق والبرتاج البنات مخسرتو والو لا يجازيكم بخير و بعتولي بتطبيقات ديالكم في الانستغرام او في الخاص يعني البنات اللي عندي في الواتساب السلام عليكم نتمنى كلكم تكونوا على خير و بخير وفقاة تمسحها و العافية يا ربي و نتمنى هاد الفيديو يلقاكم فرحانين و ناشتين ان شاء الله كيف ممكن تشوفوا معي الوصفة دياليوم هو هي الكيك اليومي او الكيك الرخامي مقادير جد بسيطة اقتصادية و متوفرة في كل بيت و اكيد نتيجة ولا اروع كيك اللي كيجي رائع شكلا و مذاقا كنتمنى انكم تجربوه و تخليوا لي اراءكم في التعليقات و مع اللايكات ما تبخلوش عليها بلايك بكل الوصفات الناجحة فابقوا معي باش نتعرفوا على المقادير و الطريقة ان شاء الله بسم الله بالنسبة للمقادير عندي اربع بيضات كأس من السكر سنيدة او سكر حبيبات كأس من الزيت النباتية كنعبر بنفس الكأس دائما كأس من الحليب السائل بدرجة حرارة المطبخ كذلك البيض ميكونش في تلاجة بدرجة حرارة المطبخ الخميرة الحلويات او الباكين بودر من فئة 15 غرام جوج اكياس من سكر فانيلا ملعقة كبيرة مبتلئة من الكاكا والمور رشة ملح و بالنسبة للمقادير ثلاثة ديال الكؤوس ديالتقيق و غادي نعرفوا بالضبط شحل غايدخل القياس ديالتقيق اللي غايدخلنا في هات الكيك ان شاء الله ندوزو الطريقة بسم الله فوحد الاناء در ترشيشة ديالملح البيض و السكر بانيلا ممكن تعودوها بالقشر ديال الحامض و غادي نبدأ كنطرب بالضرب الكهربائي في الول كتكون السرعة منخفضة منين كن بدا نضيف السكر كن بدا نرفع في السرعة حتى نوصل لأقصى سرعة كن بقان نضيف السكر بالتدريج يعني على دفوعات 3 حتى الربعة دفوعات و انا مستمرة في التضرب حتى نتحصل على هاد الخليط هكا ابيض والحجم الضعف صافي في هاد الاثناء اخواتي غادي نبدأ نضيف الزيت بالتدريج تهو دفوعات 3 مرات و انا كن حرك بواحد الخلاط اليدوي او الفوي في تجاه دائري و من تحت الفوق باش من طيحش القوام ديال الخالط و يبقى لي مهوي يلا وصلتوا الهنا البنات ديروا لايك اشتراك في القناة و تفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد و الف مرحبا بكم دائما و ابدا هنا اخواتي كيف كتشوفو بديت نضيف الحليب كذلك بالتدريج 3 دفوعات و انا كن حرك من تحت الفوق غير بالمهل باش ميتحليش القوام هنا كيف كتشوفو عندي دقيق مغربل مع الباكين بودر او مع الخمارات و يلاش تشو مزيان الخميرة ارى غربلتها غير علاج مفوحد الجنية يجني واحد الكيمياء ديال الدقيق و نخلطه و نضيف الخميرة أو باكين بودر اعاد نكمله الكيمياء ديال الدقيق المتبقية و نديره الخميرة هي اللولة على الخالط ضروري كن سبقو واحد الكيمياء ديال الدقيق و اعد نديره الخميرة و اعد كنكمله بالدقيق اخواتي كيف كتشوفو مستمر فى الخالط بحركة دائرية من تحت الفوق باش نحافظ سوف تحصل على هذا القوام نحن نجد الكاميرا قريبه لجميع اللقاطات أعبرت معكم ثلاثة الكؤوس تقريباً جوج كؤوس نص جوج كؤوس نص ثلاثة الكيسان نتمنى يكون كل شيء واضح نقص الربع ثلاثة أربعة نحتفظ بهم في الإناء نتمنى كل شيء يكون واضح هذا الخليط نقص الربع نضيف له الكاكاو نضيف خليط ثلاثة المعالق ثلاثة المعالقة وضيفت الخليط نضيف خليط وضيفت المعالقة اتمنى لبنات الفكرة تكون واضحة غير شربوا هاد الكيك ساهل ماهل وكيجي رائع لا شكلا ولا مداقا وناجح انا مشي اول مرة كنديرو كنديرو نعودو وغاتشوفوا معي في اخر الفيديو الصور ديال المرة الفايتة يعني باش كندرتو سافي اخواتي هنا حضرت المول اللي غدي ندير في هاد الخليط او اللي غنطيب فيه الكيكا ديالي دهنتو مزيان بالزبدة ورشته بطقيق وطبيعة الحال كنفضو ذيك زائد ديال دقيق غدي نخوي الجزء الاول هاد الخليط الابيض عفوا غنقسموه ثلاثة الاجزاء اللي بغدت تقسموه في كويسات او زليفات ممكن انا ما قسمتوش ضف خويت عفوا الجزء اللي هو من الخليط الابيض ففي المول هو اللوول ودابا غدي نخوي فوق منو والجزء من الخليط الاسود الخليط الاسود غنقسموه على جوج والخليط الابيض غي تقسموه على ثلاثة باش نكونوا واضحين في الفكرة نخوي الخليط الاسود جوزء منو كنحاول نخوي في الوسط حيث انا ما بغيتش يجيني في الجواني بود جيني الكيكا كيبانو في هادو كتبايع كوحل ديال شوكولا صافي غدي نخوي كمية من الخليط الابيض نتمنى الفكرة تكون واضحة في الأول درت خليط ابيض وزت عليه خليط اسود ودابا درت فوق منو خليط ابيض يعني الخليط الابيض غنقسموه لثلاثة الاجزاء نخوي الخليط الاسود نخوي الخليط الاسود الجوزء المتبقي منو نخويه كذلك فوق الخليط الابيض إلا جاكم شوية تقيل ممكن تددو شوية ديال حليب وتخلطوه كتعرفوا الكاكاو والبنات كي نشف الخليط نخوي الخليط الابيض نخوي الخليط الاسود او الخليط الاسود اللي بتعم الكاكاو حاول تربنات ما نصرعش في هذا اللقطة ما نصرعش الفيديو باش شوفوا معايا يعني بالضبط المراحل ويكون كل شي مشروح وكل شي مفهم نخوي الكيمية كاملة لتبقى الخليط الابيض المول ديالي دخلته الفرن مشعل من قبل مسخن من قبل على مية وثمانين درجة كيف ما كتشوفوا درتوف الجهة التحتانية قاع النار مشعله من التحت فقط مية وثمانين درجة النار من التحت فقط والطواق رب الجهة التحتانية ماشا علاش من الفوق دازت واحد 15 دقيقة او 20 دقيقة ما نصرع كيف ما تشوفوا الكيك ها هو دا طلع ولكن راه مازال خفيف يعني لقصتو من الفوق راه مازال خفيف انا هنا محلت شعليه الفرن بصيفة نهائية شوفوا هنا معايا البنات الشكل ديال الكيك راه تبدل هنا بدكي تحمر اذا في هذا الحالة هادي عاد ممكن ان حل الفرن يعني وغنكون اكيدة انه ما غا يهبطش ليه قصتو بسبعية هنا شوفوا طائب اذا غنطلعوا الفوق وراني شعلت النار يعني بعد 20 دقيقة شعلت النار الفوق غنطلعوا الفوق يكمل تحمار فقط يتحمر الوجه دياله فقط يعني راه طايب دائما فرا ما تشعلوش عفوا ما تحلوش خليوا حتي بلكم منزاج ان الكيك ديالكم بدكي تحمر عاد طلعوه الجهة الفوقانية باش يكمل تحمار دياله نتمنى البنات نكون واضحة في الشرح وسمحوا لي اه 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 اخواتي كيك ديالي بعد ما اخرجته من الفورن هنا يغن نقلبه على الشبكة راهنا مازال سخون شواني في يدي خليته حتى برد على الشبكة حيث التبصيل يزاج يرجع عليه العرق وضعه على الشبكة حتى يبرد وضعه في الطبس يأخذ اللون موحد وكيجي طالع ومهوي ومفشفش يجي اكتر من رائع سوف اخواتي هنا كيف ما عودتكم دائما لمصداقية الوصفة نقطع معكم واحد القطعة باش تشوفوا الكيك كيف يجي من الداخل صراحة رائع المزيج ما بين طعم الشوكولة و الفاني انا ماشي اول مرة كنديرو وقت ما كان توحش الكيك الروخامي كندير هذا نتمنى انكم تجربوه وتخليوا لي اراءكم ولي مازال مشتركش القناة كنتمنى تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله شوفوا معي القوام ديال الكيك البنات خفيف وهشيش والمداق زع ما ما نقول لكم شيا سلام اكتر من رائع وكنضن راه الصورة او الفيديو كي عبر على نفسه غير فقط تبعو المقادير مضبوطة والطريقة وكذلك الطريقة ديال الفران جد جد مهمة مع البنات لا تكتروش لا تفتحوش بالسفع لكيك ديالكم ستحلو عليه مرة وحدة فاشتبعوا تطلعو الفوق يعني تشوفوه تحمر 180 درجة فران يكون مشعول من قبل غدخلو الكيك ديالكم من تحت حتى يطلع مزيان ويبدأ يتحمر الوجه دياله عاد تهزوه طلعوه الفوق يعني ويكمل تحمر الوجه فقط وهكدا غدتحصلوا لنتيجة اكتر من رائعة والخريط كذلك ما تقصحوش وما تخليه واش خفيف راه القوام كان واضح مزيان في الفيديو شوفوا القوام دياله من داخل البنات مهم انتمنى الوصفة ديال اليوم الى عجباتكم متنسوني شمال لايك تعليق والبرتاج تعليق محفز ولايك البنات اللايكات عندكم قلال يعني كتشوفوا الفيديوهات وما تخليوليش لايك وهنا يا هاد الوصفة هدي كنتجربتها قبل هات الصور هادو فكنتمنى نكون عند حسن طن ديالكم وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى